ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري اليوم الخميس الاجتماع الثالثة والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والذي تضمن الموافقة على عدة قرارات تهم الشباب الرياضي الكويتي ومنها ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2025-2026 وذكرت الهيئة في بيان صحفي عقب الاجتماع أنه تم التأكيد على تعزيز العمل الرياضي سواء التنفسي أو غير التنفسي الرياضة للجميع عن طريق تفعيل الشراكات مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ذات العلاقة المباشرة بالعمل الرياضي